سعيد صالح قد و سيئة للموسر سعيد صالح دخل السجن السجل ده اللي أنا بقوله ده سجلها سيد حسب عليك سعيد صالح بحب المخدرات أكثر و بحب بنتهم مي ليدان تطالب محاسبة الفنان فكري صادق بعد تصرحاته الأخيرة عن الفنان الكبير الراحل سعيد صالح طالبت الأعلامية الكويتية مي ليدان محاسبة الفنان فكري صادق بعد تصرحاته الأخيرة بحق الفنان الراحل سعيد صالح مدركة أقاويله في خانة الإساءة والتعدي على خصوصية مواطنة شاركت ماهي التسجيل الصوتي الخاص بالنجم المصري عبر حسبها الرسمي في إنستجرام وانتقدت ما جاء فيه من تصريحات جدلية بحق الراحل معلقة يجب أن يحاسب قانونياً عيب يتكلم عن فنان متوفي بهذه الطريقة سواء كان يتعاطى ولا ما كان أنت إيش دخلك ومهما كان سيزل سعيد صالح نجم كبير صحيح لم يستطع الحفاظ على وهجه ونجميته لأخطاء كبيرة كان أولها وآخرها أنه لم يعرف قيمة نفسه فنية وعدم وجود الاستقرار للأسر لسنوات طويلة بعكس عاد الإمام الذي استقر في سن مبكر وتزوج متابعة وجود عائلة كبيرة صنعت له الاستقرار وجود الأسرة في حياة الفنان بشكل يومي له أثره في دفعه إلى الأمام ولكن حياة العوظبية الطويلة تجعل الفنان يعيش حياة بالطول والعرض ومهما كانت هناك سقطات في مشوار سعيد صالح إلا أنه إلى الآن وهو ميت أشهر منك أنت يا فكري صادق أقسم بالله عمري محفظت اسمك لكن أعرف شكلك كممثل سنوي لم يصل للنجمية لكننا إلى الآن نعرف من يكون سعيد صالح ويكفي أن أدرس المشغبين وليال كبيرة كعبلون يسوون مسرتك كلها يا أستاذ فكري صادق واختدمت ميل عيدان تعقيبها قائلة من مهازل الزمن أن ترى شخص لا نعرفه كميعا يقيم ويعيب نجم كلنا عشقنا رحم الله سعيد صالح وفي نفس السياق صرحت شايماء فرغالي أرمالة الفنان سعيد صالح عن اتخذها إجراء قانونيا ضد تصريحات الفنان فكري صادق الموسيقى للفنان الراحل سعيد صالح وقالت شايماء فرغالي خلال مداخلة مع برنامج تفاصيل المزاعة عبر قناة صدق البلد أنا لما شفت الموضوع اتصدمت والحد اللي وقت مش مستوابة وأخدت إجراء قانوني وحتقدم ببلاغ للنائب العام لأن سعيد صالح النجم والإنسان الخلوق المحترم ما يتقالش عليه كده احترمت قرار النقابة بالتحقيق مع فكري صادق ومن حقي اتخاذ إجراء قانوني ضد تصريحات الفنان فكري ومن حقي اتخاذ إجراء قانوني ضد تصريحات الفنان فكري صادق الكلام اللي تقال صعب كنت مصدومة أما سمعته هو مش واخد باله هو بيقول إيه في حاجات ما نقدرش نعديها بسهولة ومنها الموقف وبشكر الجمهور اللي دافع عن سعيد صالح ورسلتي لفئة أخرى اتقل ليه وخلوا عندكم دماير صحية شوية عزيزي المشاهد لا تنسى لايكو الشراك في القناة ما تفعل الجرس يسرق كل جديد معجمل ورائي تحياتي وتحية قصي الثقافة ومعلومة تابعونا